مرحباً بالجميع أتمنى أن تكونوا بخير في هذا الفيديو سنشاهد تحويل راحة اليد إلى هاتف محمول قبل مشاهدة هذا الفيديو أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على أعجبني إذا أعجبكم الموضوع ولا تنسوا الضغط على الجرس الصغير لتصلكم آخر الأخبار من قناتنا حسنا البداية إذن مع شركة أمريكية ناشئة تكشف عن تقنية تحول راحة اليد إلى هاتف محمول تماماً التقنية تغني المستخدم عن اقتناء هاتف محمول تم الكشف عنها خلال مؤتمر تيد الأخير في فينكوفر في كندا وكشفت خلاله شركة تدعى هيومان على هذه التقنية وتعتمد على جهاز صغير الحجم يشبه الآيبود يوضع على الملابس يعمل بالذكاء الاصطناعي زودة بجهاز عرض صغير ومايكروفون وكاميرا الجهاز بفضل جهاز العرض صغير يمكن أن يعرض المعلومات التي نراها عادة على شاشة الهاتف الذكي على أي سطح مثلاً راحة اليد كما سنشاهد في هذا المقطع سنحن نعود إذن الجهاز بإمكانه أيضا ترجمت المكالمات بشكل فوري إن كانت المكالمة في لغة غير لغة المستخدم وما زال قيد التطوير إذ لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ طرحه تجاريا لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أشكركم على البقاء حتى النهاية وأدعوكم لمشاركته مع أصدقائكم ولا تترددوا في التعليق وطرح الأسئلة سأحاول الإجابة عليها أقول لكم وداعا وإلى الفيديو التالي